طوال السنوات التي أعقبت غزو العراق ظل المشهد السياسي حكراً على القوى التي جاءت مع الاحتلال لكن انطلاق ثورة تشرين مثل إيذاناً بتغيير هذا الواقع عبر طرقات شبابية يؤمل منها أن تكسر قاعدة الأحزاب الممسكة بتلابيب السلطة بما تحمله من أحلام قابلة للتحقيق وخطاب متجاوز للطائفية والفئوية وعزيمة على انتشال البلد من الواقع المأساوية التظاهرات التي انطلقت دون أي زعامة أو قيادة مسؤولة أفرزت لاحقاً قيادات شبابية من رحم الساحات والميادين امتلكت تأثيراً جعلت الشارع الثائر يلتف حولها وطروحات لا تتعارض إلا مع القوى السياسية الحالية التي أوجدت نظاماً طائفياً وحالة احتقان مذهبي أسهم في بقائها بالمشهد السياسي على مدى نحو 17 عاماً دفع العراقيون خلالها ثمناً باهظاً على كل المستويات يقول المتظاهرون إنهم اكتشفوا من بينهم أشخاصاً أكثر وعياً ممن هم في البرلمان أو الحكومة لذا يجب منحهم فرصة لسيما وأنهم من حملة الشهادات العليا والخبرات العملية والعلمية ويمتلكون صدقاً وحباً للبلد لم يعبروا عنه بالكلام وإنما بالدم وتقديم أرواحهم قرباناً للعراق المراقبون يؤكدون أن هذه الوجوهة تمثل تغييراً في المشهد السياسي إذا تمكنوا من تنظيم أنفسهم وتبني مطالب الشارع خصوصاً ما يتعلق برفض هيمنة الأحزاب الطائفية وإعادة الحياة المؤسساتية إلى الدولة فقادة التظاهرات الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع يشتركون في كونهم يدعون إلى عراق بهوية وطنية خال من الوصاية والنفوذ الأجنبيين وبعيد عن المحاصصة المقيدة اجتماعات يومية بين ممثل الخيم في ساحة التحرير وتنسيق عال بين جميع ساحات الاعتصام في المحافظات لتوحيد المواقف والتوجهات ومناقشة آخر المستجدات ولعل المهلة الأخيرة التي أطلقها المتظاهرون لأحزاب السلطة من أجل تلبية مطالبهم خير دليل على الوعي والقدرة على المناورة وتجاوز الصعاب والقفز على ألاعيب الساسة وصولاً إلى تحقيق أهداف الثورة كاملة بعد أن قطعت شوطاً كبيراً وحققت ما كان يعد قبل أشهر من المستحيلات